اهلا بكم في مال واعمال انا دينا سالم في حلقة الليلة نصلت ضوء على المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في محافظة القاهرة وسنستفيد في جدوها الاقتصادية والعائد منها على المواطن كما سنتوقف مع ابرز انجازات قطاع الكهرباء التي تمت خلال السنوات الست الماضية وسنستضيف السيد عماد غالي رئيس التنفيذي لشركة زيمانز للطاقة مصر لنتعرف على مزيد من التفاصيل فاصل قصير ونتابع بعده بعض الاخبار المحلية افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مطار العاصمة الدولي ومطار سفينكس عبر تقنية الفيديو كونفرنس كما افتتح الرئيس مجموعة مشروعات منها تطوير منطقة شرق القاهرة وقصر البرون بعد ترميمه واضاف الرئيس انه لو لا تحمل الشعب للاصلاحات الاقتصادية ما كانت لتؤتي ثمارها كانت الاصلاحات الاقتصادية بمثابة وقفة جادة مع النفس صرحنا فيها انفسنا بحقيقة وضعنا الاقتصادي وجدنا انه لا سبيل امامنا سوى المضي قدما في هذا الطريق الصعب باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية الجزرية ترتكز بالاساس على اعادة بناء الاقتصاد الوطني والتي لو لا تحمل الشعب لها وثقته في نفسه وفي قيادته ما كانت لتؤتي ثمارها حيث حققنا في هذا المقام انجازات شهد لها العالم باسره ولقد اثبت شعب مصر العظيم ان لديه من قوة الارادة وصلابة العزيمة للمضي قدما ودائما للامام متخطيا جميع الصعاب والتحديات واكد لكم ان الدولة تقدر حجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم واننا مستمرون في العمل على الاصلاح والتطوير ادراكا منها لضرورة مواجهة الازمات التي طال امدوها في الدولة هذا واعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تتشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ووجه الشكر على الجهد المبذول في تنفيذ هذا الموقع منوها بانه يضم كل المشروعات المنفذة بدقة شديدة كما يعطي فرصة لكل مصري وكل من يرغب في الاطلاع على ما يحدث في مصر خلال السنوات الست الماضية هذا واوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي ان شبكة تطوير الطرق تكلفت ما يقرب من ستمائة مليار جنيه بجودة انطليقه بالمصريين واكد انه لن نسمح باستمرار تعديات البناء ولن يعود الوضع على ما كان عليه فرحان انك بتبني 14 دور عشان يعني يباليك عائد ومكسب بس انت بتأذي بالدك انا بس حبيتقول الكلام دوت في بداية الكلام دي مش نظرة سلبية لا او لا حاجة احنا زي الفل ومشيين وحنمشي اكتر وحنعمل حاجتنا وفيش كلام بس خالي بالكو مش حسبكو مش حسبكو حكقول حاجة غلط حصل لها بفضلك يا رب بفضلك يا رب كل حاجة فيها مش مزبوطة هترجع مزبوطة تاني زي الدول احتراما ليكم وتقديرا ليكم ومحبة فيكم تقديرا واحتراما ومحبة فيكم يا مصري تعود مصر دولة كما ينبغي ان تكون للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف دكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي مساء الخير دكتور عماد وفي البداية تكلفة تطوير مشروع الطرق بلغت كما أوضح الرئيس ما يقرب من ستمائة مليار جنيه إلى أي مدى ستعود هذه التكلفة على حياة المواطن العادي وأيضا تطور الاقتصاد تحياتي لحضرات كل السادة المشاهدين وكل سنة وحضراتكم دنيا الطابين ومناسبة ثورة ثلاثين يوني شكرا اللي حقيقة نعارضة ما هبدأ بالكلمة اللي حتمتي بها للقاء دلوقتي مع السادة الرئيس وهو قال أن مصر ستعود كما ما بي أن يكون الفكرة كلها هنا هي فكرة أنه الارتباط بين أجزاء الوطن يعني هم نتكلم على أنه الوصولية في خمسة وعشرين في المئة من الأماكن إذن أنه وصلها ما كانش مأهول أو ما كانش ممكن نحن وصلها من قبل بالنسبة المساحات المعمورة ارتفعت من سبعة في المئة إلى أربعة عشر في المئة كمية المدن من قيد الرابع ومن غيرها من المدن الأسنوية ومحاربة ومكرشة العشوائيات والانطلاق من الغاز الضيق إلى الرحاب الوسائل للوطن وطبعا تغير ديموغرافي سكاني في الوطن وأيضا الوصول إلى الأماكن الأسنوية المتوقعة في خصة الدولة ورؤيتها دعا عشرين تداتين زي ما كنت اتكلمت مع سياتي جب كده أنه زي ما نحط هذه المشاريع في أماكنها المختلفة نحن نلاقي أنه كان من المستحيل أن أي حد يقدر يجي يوصل إلى هذه المناطق أو حتى يستثمت المعرض الحمد لله مؤشر التنفسيات الدولية للطرق فمصر وصل بها لمرتبة التمائية وعشرين وأتوقع في التقييم الجديد إن شاء الله ترتفع أكثر من جدا ستمائة مليار ده لما تبصي على الرقم لوحد وحضرتك حتبقي أنه هو كبير ولكن في الواقع أول تأريبا إحنا بنعود كل الفترات الإهمال لشبكة الصرق القومية الموجودة في مصر من قبل اللي إحنا كنا يعني ما كانش تحصل فيها التطوير الكافي بقدر التمائي ومن هنا السكرة إنه هو تم تطوير السكرة بتاعة شبكة الصرق وارتباط أجزاء الوطن وبقلبها من خلال هذه المشاريع القومية منذلت بصورة حزم مختلفة مراحل مختلفة وقامت بيها كافة الجهات المعنية في مصر سواء كانت وزارة النقلق أو وزارة الاتيان أو وزارة الدفاع وأيضا كافة الوزارات الأخرى اللي كانت بتتعاون في المشروع القومي بيداتها على المواطن طبعا معروفة أولا الخفات في زمن الرحلات يتراوح ما بين 22 إلى 25 في النية أمثلة محور صبرة منها اللي كان ساعة وربع في 22 وعشرين ديئة عند حضرتك محور 30 يونيو بدلا ما ترسي وصل عليها بورسعيد في ساعتين بورسة 45 ديئة عند حضرتك محاور شرق القاهرة للمعارضة فتحها الرئيس بتختفر زمن الرحلات من 34 و35 و45 ديئة إلى من 7 إلى 12 ديئة من 7 ديئة إلى 12 ديئة أنفاء قناة السويس اللي كانت تقلقى في 12 ساعة أو 14 ساعة على نفق الشهيد أحمد حمد سابقا المعارضة 12 ساعة أو 12 ديئة ألي أول موضوع الموضوع ده ينعكس في الآخر تصورد تكريف تجريف زيوت وقود تلوث طبعا تلوث يؤثر على صحية المناطن النيرف أو العصي القيادة تحت ضخم بسبب الاتحامات والتوقفات المرية العميلة تتبقى موجودة عدم قدرتك على أن أنت توصل في الموعد المنطوبة كمان بنحط على دا كله تكلفة ساعة المواطنين النهاردة في دراسات كتير كتير تنبيل تعمل على احتفال ساعة المواطنين ساعته في العمل بكياني حالك لما نشوفي الوفر في الوقت ده سيلاقي أنه يرجع في السنة واحدة مليارات لما نحكي بالتلوث يرجع مليارات ما حكذا يعني مثال الطريق الدائري الأقليمي تحسب الوفر في التلوث رأينا أن الوفر في التلوث فقط يرجع ثمنه في أول سنتين فقط في أول سنتين في أول سنتين وبالتالي ما تلا ذلك هو وفر أيضا إضافي في التلوث وفي الرحلات وغيرها الوفر في الحوادث والوفر أيضا في القتلى والتحق النهاردة إذا كان ده هدف في حد ذاته فده هو يعني يكفي أنك كان شبك بالسرع القومية وطبعا حتى دوليا البانت الدولي والمؤسفات الدولية تحتسب الحدثة برقم صبع العربية أو اكدافها أو القتلى لقدر الله أو الجرحة وبالتالي ده برضو بيعتبر اقدار في الناتج القومي المحلي نعم بالإضافة طبعا إلى فقد أرواح وناس من دول شأن مجالاتها وبالتالي بيؤثر على صوت الدولة وعلى عقلها المفكر أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عماد نبيل استشاريه هندسة الطرق والنقل الدولي قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تشهد عملا غير مسبوك حيث بلغ حجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الست الماضية أكثر من أربعة تريليونات وخمسمائة مليار جنيه وهذا في قطاعات الحياة والاقتصادات والاقتصادي كافة نحن النهاردة حجم المشروعات التنموية التي الدولة في خلال الست سنوات الماضية نفذتها وبتنفذها بتتجاوز إجمالي استثماراتها أربعة ونصف تريليون جنيه مصري المشروعات دي في كل القطاعات ومجالات الحياة والاقتصاد المصري وهي دي للحمد لله مكنت مصر بالإضافة جنباً إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحقيق نسب نمو غير مسبوقة في تاريخ مصر وقدرنا أن نحن نحقق بيها طفرة كبيرة جداً 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 وده اللي مكنتنا حتى هذه اللحظة من الصمود والقدر على المواصلة في ظروف شديدة القسوة وهي الظروف الخاصة بسيناريو طبعاً فيروس كورونا كوفيد 19 قال مدبولي أن مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة حيث كانت الخطة تنص على نمو نسبته خمسة وتسعة عشر بالمئة لكن في ظل جائحة كورونا تأثرت المناحي الاقتصادية بصورة كبيرة نحن قبل كورونا طبعاً كان كل حضراتكم عارفين كل مؤسسات العالم كانت بتشيد ومصر كانت بالفعل وما زالت هي أفضل معدلات النمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدلات النمو وأيضاً كنا وصلنا الارتفاع غير مسبوك في احتياط النقد الأجنبي تجاوز الـ 45.5 مليار دولار كل دي أرقام الحمد لله كنا محققينها كل المؤسسات العالمية ومؤسسات التصنيف بتشيد بالاقتصاد المصري كل الأسماء اللي حضراتكم شايفينها وبتؤكد أن الاقتصاد المصري بيمشي على الطريق الصحيح وأن مصر بتخطو خطوات غير مسبوكة في عملية التقدم والتنمية كما أوضح رئيس الوزراء أن مصر ستضم أكثر من 30% من حجم النمو العمراني الموجود على مستوى العالم بسبب المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في قطع التشيد والبناء وأكد مدبولي على أن مصر ستركز خلال العامين المقبلين على قطعات التشيد والبناء والاتصالات والتجارة إضافة إلى سلسل التوريد من أجل ضمان استمرار قوة الاقتصاد المصري قال لواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه تم تكليف الهيئة بتنفيذ 2800 مشروع بتكلفة تريليون ومئة مليار جنيه وبمشاركة 1440 شركة مصرية وطنية وأكثر من 9 ملايين مهندس وفني وعمل توجيهات سياداتكم منذ أن توليتم المسئولية باقتحام كافة قطاعات التنمية حيث كلفتم سياداتكم كافة أجهزة الدولة بتنفيذ أكثر من 20 ألف مشروع تنموي في مختلف المجالات بتكلفة مالية تتجاوز الـ 4.5 تريليون جنيه كما كلفتم سياداتكم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 2080 مشروع بتكلفة مالية 1.1 تريليون جنيه بمشاركة 1440 شركة مصرية وطنية وأكثر من 9 مليون مهندس وفني وعامل ضمن أهداف المخطط القومي للتنمية العمرانية مصر 2052 والذي يأتي على رأس أولوياته مضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14% حيث يتم حاليا نحو إنشاء 14 مدينة من المدن الجيل الرابع المتطورة بالإضافة إلى إنشاء أكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي وينضم إلينا مباشرة عبر سكايب الدكتور وليد جابالة الخبير الاقتصادي مساء الخير دكتور وليد وبداية نحن نتحدث عن مشروعات بتكلفة تزيد عن 4 تريليونات و500 مليار جنيه إلى أي مدى تم توزيع هذه المشروعات على القطاعات كافة بحيث يحدث تكامل فيما بينها أهلا بحضرتك أستاذ دينا وبأستاذ المشاهدين وكل سنة وإحنا طيبين طبعا بمناسبة عيدنا عيد 30 يونيو إحنا بنشوف النهاردة عدد إيه مصر تتغير وعد إيه إن المشروعات القومية بالفعل مفيش حد في مصر محسش بمشروعات التنمية مفيش حد فينا ممشيش على طريق استفاد من طريق مش عليه مفيش حد فينا يعني ما استفادش من أن الكهرباء ما بقيتش تقطع أن البنزين موجود أن الوقود موجود أن السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن كلها موجودة المشروعات القومية اللي قامت بها الدولة في مجال الغذاء في الصرع السمكية وتوفير اللحوم وغيرها من السلع الأساسية سهمت في ضبط السوق وشوفنا قد إيه إن السلع أسعارها استقرت وبعدها انخفض في الفترة الماضية بفعل مشروعات الدولة مشروعات الدولة هي بالفعل وفقا باستراتيجية مصر 2030 ومصر 2052 اللي بتخطط لمصر جديدة مصر طموحة ما تم في الستة سنوات الماضية هو لم يتم منذ عقود كان محتاج قرار جريء من السيد الرئيس سقع منه في شعبه وسقع من الشعب في قائده كانت نتيجتها الحال اللي احنا عايشين فيه النهاردة وهذه المشروعات اللي بتعطينا سقع هو بتعطينا أمل في المستقبل أن احنا نكمل بإذن الله طيب موازنة العام المالي المقبل بتتضمن 400 مليار جنيه استثمارات حكومية وربما هذا هو الرقم الأكبر للاستثمارات الحكومية في موازنة أي القطعات برأيك ستكون صاحبة نصيب الأكبر من هذه الاستثمارات هو بالتأكيد الرئيس ما يوصل الوزراء من خلال كلامهم نهاردة نقدر نستشف أن الدولة هي مصممة في الاستمرار في النشاط التنمية العمرانية والبنية التحتية هذا القطاع الكطاع ده بمتال أهمية باعتبره أن القطاع اللي أكثر تشغيلا والأقل احتياجا إلى العمل الأجنبية إلا أن ذلك لن يمنعها في أن هي بتضخص استثمارات في القطاع الصحي وأيضا في القطاع الاتصالات اللي نركز عليه النهاردة وقطاع البيترو كيمويات والصناعة والزراع وغيرها من الكطاعات وخصوصا الكطاعات البشستية الفكرة المهمة اللي نقدر نتشفها أن البعض يقول ما لاش الكطاع التشهيد والبناء ونركز على الصناعة والزراعة أبدا هو مش المطلوب الإبطاء من كطاع التشهيد والبناء لكن المطلوب تسريع معدلات النمو في كطاع الصناعة وكطاع الزراع وغيرها من القطاعات لكي ينضم إلى القطاعات قائدة التنمية في مجال التشهيد والبناء والبترو كيمويات والاتصالات والكطاعات اللي أسرع نمو إذن في البترة القادمة في البترة القادمة هيكون هناك تركيز من الدولة على الكطاعات قائدة التنمية وأيضا تركيز من خلال خطة متكاملة للنهوض بكافة كطاعات التنمية في مصر طيب فيما يتعلق بمسألة معدلات النمو وطبعا رئيس الوزراء أشار أنه أزمة كورونا ربما عرقلت وصولنا لمعادلات النمو التي استهدفناها خلال هذه السنة برأيك ومع بدء الفتح التدريجي للمؤسسات الاقتصادية والنشاط ليس في مصر فقط بل في العالم متى يمكن أن نعاود تحقيق هذه المستويات الحقيقة هو تقدير النجاح في مجال الاقتصاد هو تقدير نسبي لا يتم وفقا للمعادلات المسالية نحن كنا مستهدفين معادلات نمو كانت تصل إلى 5 أو 8 من 10 في المية وربما كنا نطمح في 6 في المية أيضا النهاردة التموخطة تغيرت ليس في مصر بس ولكن في العالم لما بقيس مصر بالعالم بشوف أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق معدل النمو إيجابي ولما بقيس مصر بمصر نفسها في قطرات الاضطراب السياسي أن مصر كانت في قطرات الاضطراب السياسي تحقق معدل النمو أقل من 2 في المية إذن مصر الآن أفضل وفي ظل أزمة كورونا هي أفضل من حالها في قطرات الاضطراب السياسي وهي أفضل من حال الكثير من الدول في المنطقة ومن الاقتصاديات النشرة إذن نحن مع الفتح التدريجي نجب نشوف امتصاص الصدمات فاطر على الحفاظ على المعدل النمو الإيجابي سيؤهن إلى أن يكون في طريعة الاتصادات التي تسترد معدل التنمية ومعدل النمو الخاص فيها ويكون التعافي الاتصادي في أسرع فترة مقارنة بدول المنطقة بالكامل نعم شكرا جزيلا لمشاركتك الدكتور وليد جابال قال رامي أبو النجا نائب محافظة البنك المركزي أن مصر ستسلم الدفع الأولى بقيمة ملياري دولار أو ستتسلمها من قرد صندوق النقد الدولي الجديد والبالغ قيمته 5 مليارات ومائتي مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتسلم بقية القرد على دفعتين بواقع مليار وستمائة مليون دولار لكل دفع خلال عام انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 45% خلال أبريل الماضي وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت مليارين وثلاثمائة وستين مليون دولار في أبريل 2020 مقابل أربعة مليارات ومائتين وثمانين مليون دولار للشهر نفسه من العام الماضي القد قوات الأمن القبض على شخص انتحل اسم المهندس أحمد السجيني الأمين العام لإتلافي دعم مصر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وهذا للنصب على مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المقبلين مقابل مبالغ مالية كبيرة ودعا السجيني جميع المواطنين الراغبين في الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لا يقع فريسة لأعمال النصب باسم القيادات الحزبية المنوط بها تقديم اعتمادات أو تقييم مرشحين فصل قصير ونتبع بعده مؤشراتنا وأداء المرس اذا مشاهدين للمزيد من التفاصيل حول هذه المحطات وما نفذ في شبكة الكهرباء بشكل عام خاصة المشروعات التي تابعناها منذ قليل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مساء الخير دكتور أيمن وانجازات كبيرة جدا حدثت في قطاع الكهرباء تحديدا والذي كان يشكل تحديا للرئاسة والإدارة المصرية بعد فترة حكم الإخوان دعنا في صورة الأحوال بعد أن حدث كل هذا التطوير وتمت كل هذه المشروعات بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي حديك وتحياتي لشعب مصر كله كل عام والجميع بخير عايزة أقول حديك إن إحنا عشان نحس فعلا بي الطفرة اللي حصلت لما نقول إنه هو في 2014 وما قبل ذلك والظلام اللي كانت الجميع بيعيشوا فيه والأثار السلبية اللي كانت موجودة على كل المستويات سواء المواطنين عاديين أو مستشفيات مستثمرين مصانع على كل المستويات كان هناك إظلام وكان أكثر نستفى أولا ما كانوش يتوقع إنه ممكن يحصل تغير في الواقع المظلم ده إلا بعد سنوات كتير ولكن لما نقول إنه هو إن كان في الفترة المظلمة دي كان فيه تخفيف أحمال وكان فيه عجز فيه تلبيت الاحتياجات بيوصل تقريبا بصفة مستمرة إلى من 3000 ل 4000 ميجاوات وفي بعض الأيام وصل ل 6000 ميجاوات إلى حاليا تم إضافة في خلال فترة تولي ذات الرئيس القيادة التلاسية في مصر أضفنا حوالي أكتر من 28000 ميجاوات يعني اللي كان موجود 24000 ميجا فقط فلما بنضيب في خلال الست سنوات 28000 ميجاوات وبيكون عندنا احتياطي يمثل أو أكتر من 25% ده ده بيبين التطور الحصب ومن ضمنها كان زم حديك أشارتي دخول ثلاث محطات عملاقة بسيمينز وشركاءها المحليين وده من ضمن الحاجات المهمة جدا أنه مش بس شريك أجنابي لا ده فيه شركاء مصريين وعلى أعلى مستوى في فترة فقط سنتين ونص لما بنقول أن المحطة الواحدة في المقاييس العادية بياخد من أربع لخمس سنوات لما جدوا تلت محطات عملاق بإجمالي أربعتاش ألف ورمامية خشوا في سنتين ونص ده إعجاز مش فقط إنجاز بالإضافة إلى جزء مهم جدا وهو تأمين التغذية الكهربية بالنسبة للشبكات يعني مش بس يكون الإنتاج يلب كل احتياجات لا ده كمان حصل تفرة جبيرة جدا في الشبكات عندنا شبكات نقل الكهرباء تمت إضافة حوالي أربع أضعاف اللي كان موجود لغاية أربع عشر من محطات المحولات العملاقة الـ 500 كيلو فولت أيضا خطوط الـ 500 كيلو فولت حوالي طيبا واحد ثلاثة عشر أكثر من اللي كان موجود في 2014 بالإضافة إلى دخول محطات طاقة متجددة زي بنبان والجشادة والجائزة العالمية اللي خدتها خدها مشروع بنبان طبعا مشروع مشروع مهم قوي وبيعطي يعني زاوية أخرى لاهتمامات الدولة المصرية بالطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة شكرا جزيلا لمشاركتك دكتور أيمن حمزة المتحدة الرسمية باسم وزارة الكهرباء فاصل قصير ونتابع معك شهدينة أهلا بكم من جديد ونبقى في متابعة لملف الطاقة في مصر ونضم إلينا الآن عبر الهاتف عماد غالي رئيس التنفيذي لزيمنس للطاقة في مصر طبعا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر مساء الخير يا فاندم وفي البداية سيمينس بتعد شريك تنموي أساسي لمصر من خلال مشروعات الطاقة العملاقة التي تمت لرفع قدرات الدولة المصرية لزيادة الطاقة لو تجمل لنا محصلة شراكتكم مع مصر خلال الست سنوات الماضية دينا وآلف شكر على المدخلة دي الحقيقة آخر شركة سيمين اللي بعلها تستهل في مصر الأكثر من 19 سنة وقامت بيها بالمشاريع مهمة جدا ومشاريع استراتيجية لكن آخر ست سنين من وجهة مصر الشخصية يعتبروا من أهم من أهم السنين اللي سيمين عملت فيها شغل في مصر بجانب طبعا الثلاث مشاريع الأمراك اللي حدثت ذكرت فيهم وقمت بعرض بسيط عن الثلاث محطات تم برضو بناء ثمن محطات محولات علشان تنقل الكهرباء المولدة من الثلاث محطات الكهرباء نعم وبردو تم إنشاء مركز سيمين للخدمات دا في المنطقة الاقتصادية في خناة السيدي ملحق بأكديمية مصرية والحقيقة دا استثمار احنا تشركة تيمس بنفخر به ان احنا عملناه في مصر مهتمين بيه جدا على ان احنا بنطوره ان احنا علشان نقدر نخلق كوادر جديد كوادر جديدة من المهندسين والفنين المصريين نعم طيب مهندس عماد للأسف الوقت ضيق ويجب ان نذهب الآن لكن طبعا نحب ان نلتقي بك قريبا في حوار مطول عن مشروعاتكم في مصر بشكرك شكرا جزيلا عماد غالي رئيس التنفيذي لسيمينس للطاقة في مصر مشاهدين الكرام هكذا نصل لنهاية مال واعمال لهذه الليلة الآن نتابع معكم وبناء على رغبة المشاهدين اعادة للوثائقي للتاريخ ستتابعون الجزء الاول وايضا الجزء الثاني اشتركوا في القناة